بسم الله الرحمن الرحيم بتقال في التاريخ ان السيدة زليخة او زليخة يعني باللغة الدرجة بتاعتنا كانت في منتهى الجمال والعز والغنى والمكانة الرفيعة انها ما بعد جوزها اللي هو عزيز مصر بعد ما مات وكبرت في السن بقتها عجوزة وضع شبابها وجمالها وكل العز اللي كانت فيه برضو بتقال انها قبل سيدنا يوسف وهي بالحالة دي وطلبت منه انه يدعى ربنا سبحانه وتعالى انه هو رجع لها شبابها وجمالها وحصل وسيدنا يوسف تجوزها بعد كده والله اعلم الحقيقة بصدق الرواية دي كمان بتقال ان سيدنا يوسف عاش 120 سنة وكان استيرته في مصر على كل لسان بسبب تدينه وطهرت نفسه طهرت ايده واخلاقه اللي فوق مستوى كل الشبهات ولما مات اهل مصر احتروا يدفنوه فين واختلفوا انما اتفقوا في النهاية ان هم يحطوا الجثمان بتاعه في تابوت من المرمر ويدفنوه في نهر النيل علشان المية تعدي على التابوت وتروح بعد كده لكل انسان في مصر وحوالين مصر علشان الكل يشرب مية كلها بركة من سيدنا يوسف عليه السلام والله برضو اعلم بالحقيقة بتاعة الكلام ده سيدنا محمد علشاء السلام قال عن سيدنا يوسف انه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وده لانه ابن النبي عقوب ابن النبي اسحاء ابن الخليل ابراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام سيدنا يوسف هو النبي الوحيد اللي جات قصته كاملة في القرآن الكريم في صورة واحدة كاملة وهي صورة يوسف سيدنا يوسف كان هو الابن رقم 11 لسيدنا يعقوب واللي كان بيحبه جدا وما يقدرش يخليه يبعد عنه ولا يغيب عن نظره المحن اللي تعرض لها سيدنا يوسف كانت بتدبير الهة دون شك علشان في يوم الايام ينقذ مصر والبلاد اللي حواليها مما جاء عراهيبة استمرت سبع سنين كاملة ومتواصلة والاهم كمان انه كان في يوم الايام هيكون نبي لأهل مصر وينشر دعوة الاباء والاجداد الدين الابراهيم الحنيف اللي كان اساسه التوحيد بالله وعدم الشرك به اول ما احنا تعرض لها سيدنا يوسف لما اخواته رمون في بير المية علشان يخلصوا منه بسبب الغيرة من حب ابوهم ليه وكان طفل عنده ست سنين تقريبا وربنا نجى من البير لما كان فيه قافلة رايحة على مصر ومحتاجين مية وطلع سيدنا يوسف وهو ماسك في الجردل بتاع المية اخوات يوسف اللاية دا كانوا بيرابوا البير ولما شافوا سيدنا يوسف طلع منه راحوا جري على الراجل وفهموا ان الطفل دا ما هو الا عبد من العبيد بتاعتهم وهرب منهم وسوموا الراجل الراجل وبعولوا اخوهم باقل فلوس ممكنة بطبيعة الحال مش مهم هم خدوا كام المهم انه هم خلصوا من اخوهم والى الابد ولما القافلة وصلت مصر عرضوا سيدنا يوسف للبيع في سوق العبيد في نفس الوقت اللي كان عزيز مصر في السوق بيدور على طفل يشتري لانه ما كانش بيخلف وهو التاني دفع اقل مبلغ فيه وخاده هو ادعى الاصر بتاعه ووسى زوجته عليه ربما يكون يعني فيه فايدة او منفعة في يوم الايام بعد كده ليهم ومين عارف يمكن كمان يتبنى ويبقى ابنه زوجة عزيز مصر دي كان اسمها راعيل اللقب بتاعها كان زليخة والمناسبة عزيز مصر يعني الراجل التاني في مصر حاجة كده زي نائب الرئيس اولي العهد في ايامنا دي وده كان اول تمكين لسيدنا يوسف في مصر وفي اسر الراجل المهم ده بعد ما فارق ابوه وامه والبلد كلها اللي كان عايش فيها المحنة التانية لما كان عمر سيدنا يوسف 17 سنة تقريبا وكان بقى شاب وقوي وجمال ووسامة مفيش بعد كده واتهمته السيدة زليخة انه اتحرش بيها وهو دفع عن نفسه انما احسن دفاع جاله الحياة كان من واحد من اهل زليخة نفسها واللي برقه تماما من كل الاتهامات المشينة دي سيد ديشب كان طاهر وعفيف وعارف كويس اوي ان ربنا معاه شايفه وسمعه في كل سانية وعارف كويس اوي فضل ربنا ونعمه عليه في كل اموره وعارف كمان فضل وجميل الرجل اللي اشتريه بقى بيعمله احسن معاملة يعني معاملة اب الابن ومش سيد العبد عنده بالرغم من البراءة انما هم بقى شافوا ان هم يسجنون كده كم سنة لحد ما الفضيحة اللي انتشرت دي تهدى وتبقى في طي النسيان ومن نعم ربنا على سيدنا يوسف انه اداروا الموهبة في تفسير اي حلم مهما كان وكل اللي يقول عليه بعد كده يطلح حقيقي وبكل دقة وكما عاف السجن اتنين من الشباب قالولوا على حلم المشترك بينهم وهو فسر لهم الحلم التفسير ان واحد هيطلع من السجن بعد ثلاثة ايام وده كان كل شورته في القصر الملكي انه يسقي الملك الخمر لما يطلبها منه التالي كان بالشغل خباز فران وده هيتحكم عليه بالاعدام هيتعلق على الصليب لحد ما يموت وكل ده يتحقق بالفعل سيدنا يوسف طلب من الشاب اللي هيتطلع برابعة ثلاثة ايام انه يقول للملك على حكايته انه بريء ومفروض يفرجوا عنه والشاب وعدوا بكل خير انما ربنا سبحانه وتعالى لتدابير تانية نس الشاب ده حكاية سيدنا يوسف اللي قاعد في السجن سبع سنين بعد كده الملك بتاع مصر ايامها شاف حلم وراسه والف سيف حد يفصل والحلم العجيب ده محدش في مصر كلها كان عند الموهبة دي انما الشاب يا بقى لما سمع الكلام ده طلب انه يروح يزور سيدنا يوسف في السجن وبالتأكيد هيرجع لهم بالتفسير النهائي الشاب بفعلا رجل الملك بالتفسير الملك عجبوا الكلام طلب يشوف سيدنا يوسف قاعدوا اتكلم معاه وفي النهاية الملك عرض عليه انه يختار اي وظيفة هو عايزها وتيجي على مزاجه سيدنا يوسف يختار انه يكون مسؤول عن تدبير شؤون الدولة والدخل القومي بتاعها والخارج والداخل وده كان التمكين التاني لسيدنا يوسف في مصر السبع سنين اللي كان فيهم رخاء سيدنا يوسف خزن اللي يقدر عليه من الغلال والحبوب وبعد كده في السبع سنين بتوع المجاعة كان بيأكل مصر كلها والبلاد اللي حواليها من المخزون ده وبعد وفاة عزيز مصر سيدنا يوسف بقى هو عزيز مصر بكل القوة والهيلمان والنفوذ بتوع المركز المرموق ده علشان بكده يبقى التمكين التالت لسيدنا يوسف في الارض علشان يقدر يشارك في الحكم بكل نزاهة وطهارة وشرف ويد كل واحد حقه وفي نفس الوقت يقدر ينشر دعوت جده سيدنا ابراهيم على نطاق واسع وبكل امان سيدنا يوسف اتجاود من سيدة يقال ان اسمها اسنات وخلف منها ولدين سيدنا يوسف زي ما قلنا قبل كده ليه صورة كاملة باسمه في القرآن الكريم يعني الحقيقة تشريف ما بعده تشريف لنبي كريم من انبياء الله واللي مصر كمان اشترفت بوجوده على ارضها لفترة من الزمن وتملت خير وبركة وسلام على اديه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته